قدت محكمة تركية بالسجن لمدة تزيد على 22 عاماً على الليلي أو ليلى جوفن النائب السابق المناصر للأكراد والتي جرى تجريدها من مقعدها البلماني هذا العام بعد اتهامها بثلاثة اتهامات منفصلة تتعلق بالإرهاب وحكمت المحكمة على جوفن باللاسجن لمدة 14 عاماً وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية ولمدة ثماني سنوات لإدانتها باتهامين آخرين بنشر دعاية إرهابية